منسوك سعولوا المطلوب واولا تعباني近 بقولك ايه اقولك ايه؟ انا اه على فكرة تعباني القوي من حكاية الاسم المؤقت انا عايزك تلسى على اسم للموضوع للكتاب لازم اعرفه عشان انطلب كم جلة وكم جريدة عشان اولع الكتاب قبل ما ينسل باسميتك دواتو اجلاب يا اخي اقتلك حاجة اقتلك حاجة جامده قوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة عاصم وصاحبك ودائما بتزوره واحنا الاثنين معروفين ان احنا مخطبين لبعض نفسي بقى الاقي سبب الاعتذارك ده انا بصراحة ما اعتذرتش عشان ما بحابش الحفلات بالعكس انا ممكن اروح اي حفلة وبسعين جدا بس على شرط انت بكونش موجودة سلام الدرجات دي يعني وجوتي معك بيضايقك بالعكس بس اصلا انا لما بلاقيك في حتة بابا عايز اعود معك لوحدنا نتكلم نتناقش او حتى نحب البعض يعني انت جد في معادك ساعة استنك لوحدي لا اهدي بقى ملكيش كلام فيها انا اصلي جات لحالة خدت وقت العيادة كله لازم تعرفي ان الطبيب النفسي عليه مسؤولية اجتماعية لان اخطر مريض على المجتمع هو المريض النفسي افتدينا جينا نتقابل عشان نحب بعض شوية هتقعد بقى تكلمني في الطب النفسي لحد ما نامش لا بس الحالة بتاع النهاردة نادرة جدا على كل حال سيبك من كلام ده احنا مش معقول حنفضل مخطوبين كده لازم ناخد خطوات ايجابية في موضوع جوازنا بقولك ايه بقى ممكن اجل كلام دلواتس في الموضوع ده انا انا عاوز اروح لماما نفسي اشوفها ايوة فان مساء الخير عاصم ليه موجود لما ارسل ايوة حكرة تكبول وديله كارم كارم سلامة لما ارسل هذا ديها واحدة اللي يجيني خمس اتفضل عاصم تعرف واحد اسم كارم سلامة؟ لا طب عايزي قابلك؟ وهو دواته برضو ان الكارم علشي بقى انا قلت له حاضر تحرميش معاه؟ عاشق حاضر حاضر اهلا اهلا سلامة اهلا بيجيني خير ممكن الله يا دارة مع سيادتك عشر دقايب لو عاصم اهلا هو للوقت مش مناسب ومع ذلك اتفضل شكرا يا اهلا اتفضل وحشتين يا سعد انت لو حشتيني قوي قوي امام لو جدت وحشتك بجد كنت جيت زورتي طب ما انا جيت اهو؟ جيت اهو؟ ده انت بقانك اكتر من ستة شور مزورتنيش معلش يا ماما انت عارفة الجامع مزروف امتحنات البكالوريوس البكالوريوس اهم ولا معمى؟ مفيش حد اهم مني يجينش في الدنيا كلها طب ما تيجي تعادي معي ده انا عايش الواحدي ومحتاجانك اه 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 اصلي مريهان ما انت عارفة بقى ان عاصم دايما مشغول قوي وبصراحة هي مصممة انا افضل قادة معي ما علش براحتك وراحتها بس يرديك النهاردة يبعيب جوازها وما تعزميش اه يا نهار قبيدي ماما اه انا اتأخرت او يبقى لازم انزل با يا ماما فا نقا ممن الي تكتصي دا الاسم مغطوب عليه لو scenario اتا مش بتقول انو صاحبك هو يعني مش صاحبي لو cen وما لتعرفينه في الحقيقة هو أبني قدام الفيلا وقال لي إيه ده لأستاذ عاصم لطفي المؤلف اتفضل عامل دي إيه يا مواصم رجعه للفند اللي ده أقولك مش حتيرها يا مواصم لا أنا آسف أنا آسف لا مواصم قول لي عماد عبد الفتاح أني مش هقبل ولا رد عليه في تليفونات إذا استمر على أسلوبه ده أنا آسف عن إزعارك لا مواصم تاني عماد عبد الفتاح ده ما تقبل وتشوفه عاوز إيه وتخلص من رزالته دي العقение المترجم للإعجيش واي عرب م عرب عرب يعني ما حكيت نيش روايتك جديدة احكيلك فيها ايه بس اذا كان لسه ما كتبتش فيها حرف واحد وإيه لما معك لازم اعرى كتير قبل ما امسك القلم وكتب وبعدين انت كمان لازم تساعدين انا تحت امرك اصل الرواية المرادي مش الشكل التقليدي مش حدودها يعني لأبدايا ووسط ونهاية المرادي فيه تركيبة نفسية هي اللي حتشكل تصرفات الابطال بعد كده الله 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 ده انت دخلت في تخصصي بقى ايوا وعشان كده لازم انت تساعديني وتحضريلي شوية مراجع في علم النفس طب على الاقل تقولي ايه هي التركيبة النفسية دي وديب في العصر اللي احنا فيه ده هلو جلاب خير انت مش لسه ماشي من عندي تي ايه الان ليه حاضر حاضر حفوط عليك بكرة ونتكلم زي ما انت عايز حاضر مع السلام ماشي لسه مالذي اشتركوا في القناة 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 سنة المفروض ان انت حفظتني وعرفت طب يا خلاص لا 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 يا عاصم انت خلاص مليكش طب يا مفاكر خلاص اصبحت مودي سددني يا عاصم بقت مودي خالص مودي خالص مش عارف انت قبل جواز كنت حاجة وبعد جواز حاجة تانية خالص ازاي ازاي قبل جواز كنت عاصم لطفي المهنف العظيم المتوقض المشتعل والحق فاير بعد جواز بلط لا بقى جلابي بقى انت مش فاهمني جاهز لو كنت انا مش موفق في حياتي الزوجية كنت وافقتك لكن انا والحمد لله زوج سعيد يا ريتك كنت تعيز يا اخي يا عاصم يا سادر انا عارف انك سعيد والسعادة بتشرق الوشك قدامي بس يا عاصم عاوزة بقيمك حاجة انت بصعير من درجة كبيرة ده سوق انت شغال فيه لازم تبقى موجود في الصغير من دي حاضر مستمر الصفة مستمرنا كنتيموس يعني الرواية الجديدة تنزل ومعاها الاعلان للروية تقلمها وإيه اللي؟ ايه اللي؟ انا قالت اه ايه اللي؟ ما انا ما عملتش كده في بداية حياتي اعمل كده دروادي؟ عاصم حبيبي عاصم يا عاصم عايز اكلمك افهم راكز معي امراكز هم اسبوعين اجازة دو ويكس كويس دو ويكس اخسم لك اسبوعين اصاك لازم تغير جمه لازم تغير الناس اللي حواليك الاشتال الوجوب اللي بتشوفها كل يوم عاصم حبيبي انا عايز اتسل مرهتك اسبوعين بس اتنين اخسم لك وشرفي وانت عارف الشرب جلاب كويس هتركع برواية متقفلة جأزة جميلة حروة وعليها توقيعك عاصم لطفي تمت الحمد لله الساعة كذا بتاريخ كذا اقسم لك في هذه الساعة بالذات اللي هتخلص فيها الرواية حاكت بتوقيعك بمية الدهب عن التعبان وش معنى عقدة قديب يعني اللي مستويات بالشكل ده انت يعني متصور ان انا هعمل دراسة تحليلية عن عقدة قديب دي شغلة الناس المتخصصين لزيك يا سيدي انا فاهم انما ايش معنى العقدة دي من بين العقدة النفسية اللي اخترتها موضوع اللي بيتك انت عايز نحرق الرواية ولا ايه؟ لا 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 بلاشا على كل حل الموضوع ده تناولوه ده بقى كتير قوي سواء هنا او في الخارج بس ده انت كده هتحتاجني يا بطر انت ناسي ان ده برضو تخصص مرهان؟ على فكرة انا مسافر اسكندرية هعطيناك اسبوعين بصراحة انا مش عارف اشتغل هنا نهاية يمكن هناك الجو يساعدني اكتر بيووووه متخليك قاعد معي هنا قعد وبقال الله وانت بتكتب حتلاقي حد سليا معناش يمكن السفر وتغيير المكاني في دوني تكتر خالص على راحتك وانت اباح تنخلي علينا؟ مقدرش هيدينك يوم الخميس ونقضي كله مع بعض ويومه كومة ارجع فالليل وانتة نتصل بي أنا سحكلمك مره الوصبح المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أبو مرهان وحشتيني إزايك أنا كويس بشتغل طبعا أنا مستنيكي بكرا على فكرة أنا عايز أسألك سؤال صغير هو العراف لما قال لي أديب أنه حيقتل الأب ويتجوز الأم وأديب بعد كده اقترني يا رب لما هرب راح على فين هرب من طيبة ولا راح على طيبة؟ ده كلام يا عاسم بقى معقول أنت مش عارف؟ أهو متلغبت بصراحة مش عارف مش قادر أركز حس أني تعبان وتاجل كده على طول مش فاهم مرهان أنا هكلمك بكرة الصبح مع السلامة المشروع يعني مش قادر أشتغل انا هنا علشان انت تشتغل انا مش قادرة فكر تاني طب سنة لما اشوف انت واقف فين ما الفرق بين اديب الملك و اديب العصر على فكرة المراجع دي لازم تقرأها كويس قوي وتستوعدها هي معقدة شوي لكن بعد كده انا متأكدة انك هتقدر تشتغل زي الاول وحسن انا اريد فيها كل ما يتعلق بموضوع الرواية بتاعتي بس خلاص مخي توقف ومش قادر افكر باول ايه ما تجي نروح سينما ما لش يا عاصو انا مضطرة سافر ليه مش انا ايلانك قبل جده اني عيد ميلاد ماما النهارته اه صحيح ده انا نسيت خالص موسيقى 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 ترجمة نانسي قليلاً ترجمة نانسي قليلاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قليلاً 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 المترجم للقناة 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 لكن انتوا ازاي ما تبينيش خبر والله ايه اللي حصل بقى خيروا البر عاجلوا وبعدين مرهان ايه اللي اصرد ثم او استاذ مش الحكاية دية كان رغبتك انت من الاول ايوة بس ما هو ايش باسو على بتاع سالوة مستناني في الوتيل عشان حنصر احنا التلاتة الليلة سوا انا اصلي جبتها وجينا نقضي يومين عسل خط في كده مبروك اموحي مسيح عاصر المهمة انا فكرت لقيت ان انت طول ما انت في سكندرية ومراهان قاعد هناك في مصر انت اليومكن هتستقر نفسيا ابدا انا تعبان اه تعبان من الشغل يعني اه فكرت اني اتصل بيك تيجي تقعد معا شوية مدهش تصور انا حصل لي نفس الشيء انت فكرت تبعتلي وانا فكرت اجيلك زي ما يكون حصل بينا تريبيثي اتصال زهن يعني انا عارسك ان اتكلمك في موضوع ده لا يجب ما تسدقني الشيء لكن الكلام اللي هقوله لك واقع حقيقة يمكن حضرتك تعتقد اني بتاعي عليك لكن انا واثق ان الكلام اللي هقوله لك منطقي وعلمي العقل التاني ده هو عقلي انا مخي انا انت بتستمدى افكارك مني لان في بيني وبينك حلقة اتصال زهني قوية جدا ايه يا عاصم انت روحت فين شايف القلم ده محي ايوه شايفه القلم ده هدية من مرهان في عيد جوازنا الاولاني لو حصل ونسيته كده ولا كده جيب جاكتة في درج تخيل اني معرفش اكتب حرف واحد انتو انتو بتسموا ايه ده في علم النفس يعني ممكن اطلق عليه الارتباط الشرطي بس على عمام دي ايه اوهام الفانيين اللي زيك بيحصل بينهم وبين شيء معين ارتباط ببلو قيمة كبيرة اوه عندهم انما في النهاية بيفوقهم الحكاية دي ما تلقاش عاصم ده بيتعلوم ان الالهام حينزل بيه ايه الالهام زي حكاية شيطان الشعر نعم يا سيدي شيطان الشعر بيقولوا كل شعر له شيطان يلهموا افكار وصور ومعنية بيقولوا هم مين اللي بيقولوا دول ايه اللي حكاية عاصم انت بتسأل السؤال وتهد على نفسك ما تقلينيش عليك انا مش فضيه لك بقولك ايه انا حمشي الوقت اعمل حسابك هنسهر ليلة سوا وبكرا هننزل على مصر سلام شكلك مش طبيعي براتك جاية الحمدلله على السلام الله يسلمك ما قولت شعر انك جاي هو كان عارف انه جاي ازاك يا سلو ازاك انت ازاك يا واحد اهلا مالك يا عاصم مفيش مالو يا سلو محيه هو مالو مالو بس الرجل من نفسه قالك مفيش مالو بلك اهو عصابه ومشدودة شوية من ايه من ايه دايه فنان بقى بيكتب الوقات وحاجات زي كتا عاصم جايلكم امتا مجايش انا خدت السلوه ورحنا لكم عاصم مالك داي من ايه وقليك مفيش انا برهاجة اه دل اعمس من كان اهم اعملك اهوة يا عقيت هلولاة خليجي انا هعملها لهم موسيقى مؤكد حيتكلم تانية ميلا حيتكلم تانية عاصر قول لي مين؟ انت منتظر التليفون من حد معين؟ لا 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 أبدا هلو ايوة جلابة ما كتبتش حاجة انا لسا واصل حالة مش قادر بقولك مش قادر اسمع جلابة انا مش حكي بالرواية دي مش حكي تبع بفهم انا خايفة ويع العاصر ما تخافيش يا مريهان ان شاء الله يبقى كويس ده شوية ارهاق الارهاق يعمل كده؟ ويعمل اكتر من كده كمان يعني في بعض الاحيان الو الحمدلله بالسلامة بقولك ايه؟ مش معنى مستبدلك في اسكندرية وسمعتلك كتير انك تطلقني في اي وقت وتزرقني في اي وقت عايزين بعدين قلتلك بعدين مالك يا عاصم بزاعة كده ليه؟ بس انت مش طبيح عاصم حقيقي انا القام عليك قولي اين مدايقك؟ ولا حاجة مسألها مستش اكتر من شوية ارهاق انتونين محوليكم مسأله بك بالشكل ده شوية ارهاق اه 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 تعالي ممكن يقولك حاجة ايوه ايوه المحي ايه انت صاحبه ايه على محلوقه شباية انا صاحبه وامر لكن قلت امراضه وبعدين انتو مش عادفين ان الفنانين دول قطارهم غريبة عاصم بيكتب رؤية بديدة اكيد ده عصابه حتى تبقى مشدودة لا لا المراضي غير كل مرة الحكاية بيقدر لي ايو هو فين فوق ايو طب سواني انا اطلعك انتو مش حاسب يا رجاي الله الله اوراق موزاقة وعشرات السجاية لالحكاية بلاش يزور بلاش يزور انت بقولي انت مالك فيه ايه تعبك مش عارف مش عارف زي بقى لأ اكيد عارف فيه حاجة مديرك بس انت مش عايز تقولي يمكن هو ايه اللي يمكن ده اسمع عاصم انت مبارح جالك تليفون حصابك جدا النهاردة جالك تليفون تاني وعرفت انه نرفزك اكتر من مبارح ايه حكاية التليفونات دي اتكلم عاصم قول لو اتكلمت اكيد هتستريح انا لو حسيت ان اللي بيتكلم موحي الدكتور مش هعرف اول حاجة الله ده انت افترضت انك مريد بقى موحي خلاص خلاص انت اك نرفزت كده لين بتعرف عاصم انا احساسي ان الشي اللي شغلك دوت شيء تافي جدا بس انت اللي مكبار وفي واقع خلاص خلاص هو شيء تافي تفتكلي ممكن يحكي الموحي جايز لو عريخنا ايه اللي اتعبو يمكن نقدر نعالكو ان شاء الله بس عامل مع امرأتك مسلا مرهان حتتجنن وتعرف ايه اللي فيه ايه اللي فيك انت فيك ايه عاصم مش عارف مش عارف معقولة مؤلف كبير زيك مش عارف يدخل جوا لابسه يشوف ايه اللي جواه ويقب تاني انا انا بتعرض لعملية ابتزاز خطيرة كده نجلاب ايه بتقول ايه ايوه العملية دي بتضغط بعنف على احصابي شلت قدرتي على التفكير عاسس ان فيه اعداء مسكين خناجر في اديهم بيوجهوها دحية قلبي ايه اللي بتقولوا ده عاصم دم تحتى طول عمرك مالكش اعداء كل رواياتك عاطفية رومانسية مالكش علاقة بالسياسة كنا قلنا لك اعداء سياسيين مختلف معهم في الرأي او وجهة النظر مش هيك كده عشان كده مش فهم يعني عشان ما بكتبش الولاد سياسيين بردو جالس بس مين هم دول مش عارف لا يا اساس لازم تعرف دي مصلحة مشتركة بين وبينك عمرك انا مربوط بيك اعداءك هم اعدائي انه هدا تدوروا عليك بكرة حيتدوروا علي انا جايز يكون عندك حساسية من ناحية شغرتك واسمك انما يا حد والله حساسية من ايه؟ انا راسي حطيتها على داعي انا اتبح انا اكثر انا بوص بس اقول لي هم مين لما اعرف اقولك طب انيعمل احتياطنا وتبلغي البوليس ابلغي البوليس اقول لهم ايه؟ اقول لهم احساس عبدان هم ما فيش داعي الشامشرة هو ما فيش جر الحال اللي حولونك ايه هو؟ لازم اخدك واروح رحلة امريكا كندا اروح بيك اسبانيا دردك في جزر مو مو ناس بتاكل بعض هناك المناظر ما حصلتش توقض وتكتب الوايا اناك ونخلصها واجعها هنا ان شاء الله اقدمها للمتبعة وقابل اعداء انا وانت فاس تو فاس موسوط غاطم قولي المالك عرفوك انا مقدرش نشوفك بالشكلة ده واقفة اتفرق عليك غاطم قولي ليه غاطم انت طول عمرك قوي طول عمرك في مقالاتك في كتبك قوي وده اللي خلاني أحبك مش معقول موضوع هايف بالشكل ده يخليك تنهار لا يا عاصم لا الموضوع مش بالبساطة اللي انت متصورها دي يا مرعان سداني يا عاصم ده ده ولدنا الصعب الخطورة مش في الولد نفسه الخطورة في مين هما اللي وراه بيشتغل لحساب مين هيكون لحساب مين امتى بتبالغ يا عاصم ومجي له حجم أكبر من حجمه صدقني ده ولد محتال بيدور على فرصة للشغرة وعلى حسابك لو كان مجرد نصب أو محتال عارف منين اسم الرواية دي مش مشكلة ممكن يعرف عن طريق مكتب جلبة جلاب حاول أكتر من مرة يعرف اسم الرواية وأنا رفضت مش بس كده عرف ازاي الفقرة اللي أنا وقفت عندها مش معقول مش ممكن ده اللي حيدنني ليه ما يكونش دخل الشريف اسكندرية وانت برا وعرف الفقرة اللي انت واقف عندها وخرج وبعدين جاه يعمل اللعبة جعلك موافق جالس لكن كمان يعرف اني مش قادر افكر مش قادر اشتغل ده نصاب محتال اي حاجة لكن ما تحولش تقنعني ان اللي بيحصل ده حقيقي انا مش مقتنع يبقى مفيش ده هيتشغل الناسك بيه تدني عاصم ليه ما تفطرش ليه مش عبشان عاطم انا شايفاك ان عرضه كويسة ايه رأيك لو بعد الفطر توقع تشتغل شوية تكمل الرواية بتاعتك انا شايفاك ان عرضه معنوياتك مرتفعة جدا الحمد لله ايه هلو عايزين اعاوز سلامتك بس لو عاوز تشوف الدليل انا تحت امرك وفي انتظارك خد العنوان ايه ايه حاضر حاضر يا عمد يا استاذ عمد بعد سعتين ايه ايه اتفكر فيه هتروح له ضروري ضروري لازم اعرف الولد ده عايز يوصل لي ايه ايه اللي عايز مني لزبط عاثم مترحلوش لازم نروح له لازم عاثم ده ممكن يعمل فيك اي حاجة ما تخفيش ده مش اكتر من ولد عايز يبتزني مؤكب عايز فلوس ايه ماذا تدلو طبعا لا ايه 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 هلو ايه 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 انا انا قلتلك قبل كده ما كتبتش حاجة متوقف خالص مش مش ادركتك قادر اشوفك بالليل ايه لازم دلوقتي اه ويا ريت يا استاذ عاصم تجيبلي نسخة من اللي كتبته يعني انا عايز نسخة من اللي كتبته ايه ايه ما تفهمنيش غلط ارجوك مجرد فكرة بس مرسي اشكرت جدا اغفر من عندك يا عاصم يا استاذ بس الكلام اللي سيادتك بتقوله خطير جدا الكلام اللي بقوله لك ده لو مش حقيقي ما كنتش جيت لحضرتك هنا وجبتلك الاوراق دي وحتشوفه بنفسك صورتلك الاوراق عايز حاجة تانية اه شكر عاصم خلي بالك من نفسك شكرا 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 سامحنا يا جلا انت الانسان الوحيد اللي شرحت له المحنة اللي انا فيها يا عاصم اصلي انت ما وكليش حاجة محددة مفيش وقائع محددة قلتهاني كل طول انك عندك كل كيعة جوه معرفش احاسيسك الجوانية ولذلك مش اقنى ريتني قاطر اساعدك في محنتك دي لما احتاج مساعدتك حولك ولسه مصر على انك متبلغش البوليس لما الاقي دليل مادي عبقى بلغ البوليس اعم ايه يا عاصم انت بتكلم عن دليل المادي الله ايه شكرا وانت غاية دلوقتي معدكش دليل مادي تصلي اه يعني اه اه اقصد حاصم الحالة النفسية اللي انت فيها كل ده سيكولوجي مفهوم يعني 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 العاد اللي بيني وبينك والموعيد واللغباطة اللي حاصلة دي كلها الموضوع ده حينته مرده حينته تماما هتعمل ايه يا عاصم انا اه حابقى قوللك بعدين هروحنا شوية صغيرة مش هتاخر فيه ولما ارجع هحكي لك كل شيء بالتفصيل وساعتها هنتحك كتير اوي اوي ده احنا هنتحك ده اعني ازدك مع السلام ازدك عاصم لو سمحت مش هتصدق خير تصور نفس البدلة نفس الجربطة دي نفس القعدة بتاعتك عالكورسي نفس نرفستك وخروجك نفس بدلتي انا وقعدتي انا وجربطتي انا نفس الموقف كله اللي حصل بيننا التحيال اللي انا شفته قبل كده معنى ايه ده اه علميا معنى ايه بتحسين الله ده هو ده بقى السيكونيجي بتحسين انا ميزدك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أهلاً وسهلاً بالمؤلف العظيم فضل الوحدة التمن فضل فضل يا سترايا اظن انت فاكر استقابلتين ازاي في بيتك في اسكندرية لكن انا هكون اكرم منك اشف ادخل في الموضوعات هاوي فضل فضل ايه؟ الدليل؟ انتا مش طلبت تشوف الدليل؟ ايه اه اقنعني اوه استيدي ايه؟ ايه؟ صدي صدي صدقت؟ عرفت الحقيقة؟ الحقيقة هي كياني واسمي أنا الحقيقة هي أني قدام شيطان عجيب أو لس مبتز ظن إعصابة كبيرة بتخطط للقضاء عليها أظن بعد الدين المادي اللي وردته لك ده مفيش دعية أبدا للأوهام اللي في دماغك دي دليل مادي على إيه؟ على أني سنوات نجاحي وحب النازلية والموهبة اللي ربنا زرع عدامي وقلبي بيكشاركني فيها إنسان متاعي فاشل ده مش بس بيكشاركني ده هو اللي بيلهمني الحركة والنفس والفكرة ونبض تلبي تقدر تقولي كنت فين السنين اللي فاتت دي كلها؟ تقدر تقولكو تساكت ليه؟ كنت فاكرها صدفة صدفة؟ كتبي ورواياتي اللي الناس بيقراها من سنين صدفة؟ أنت عايز تفاهمني أنك تقدر تكتب الرواية اللي أنا لسه ما كملتهاش طي مش هتقدر تكملها إلا إذا أنا فكرت وكتبت وكملت مستحيل مستحيل تكون إنت إنسان طبيعي المستحيل إن الرواية دي تطلع وتتكتب بإسمك إنت والمجد كله يبقى ليك لا لا يا كاتبي عظيم الرواية دي مش هتطلع أبدا ولا حتشوف النور وكفاية كفاية بقى كفاية السنين اللي ضعت من عمري وإنت بيدخل جيبك اللي فات اعمل اللي أنت عايزه أنا غلطان اللي جيت لك لا أنت بدأت تقتنع وده في حد ذات وكنيس معقولي يا بريهان ما عرفش الموضوع بدأ عاصم ده من برد معلش يطلع حاجة مش خاصة بي عاصم هو اللي لازم يقرره ويقولك بنافسه أي أن كان الأمر كان لازم تقولولي على كل حل فين عنوان الولد اللي عاصم رحله ده عاصم خد مع الورق اللي كتب فيه العنوان تفتكر يا موحي عاصم ممكن يحصل له حاجة طبعا المسألة مش بسيطة علشان كده كان لازم أخد خبر من الأول المسألة دي على فكرة ممكن تهزه نفسها بشكل خطير جدا أنا خايفة يا موحي من المقابلة اللي رايح له دي لا ما تقليش هو احتمال يطلع من عنده على النادي أنا حروح على هناك لو لاته كان بها ما لقته وش حستناها بعد عشر دقيق لو جالكو أو اتصل بيكم في أي وقت كلموني في النادي عن اذنكم عاصم ايه أنا ضغط عليك اه لا نمو قول لي يا حكاية الولد اللي جالك سكندرية ده مين لقلك جلاب بقى معقول يا عاصم تخبي عني موضوع زي ده انا حبيت الموضوع يكون فيه أضيق الحدود عذرني يا موحي المسألة كلها ملخبطة وملخبطاني معاه انا طبعا متأكد ان الموضوع ده مش حقيقي لكن الموضوع اللي انت كنت عايز تخليه في قدية الحدود وسع جدا وصل لجلاب الناشر نفسه اه انا ما يهمنيش انه يوصل لجلاب انا اللي يهمني اعرف مين هم اللي وراء الولد ده انا قلقان عليه يمكن على شمشع ده يعرف الحقيقة حقيقة؟ حقيقة ايه؟ الحقيقة اللي انا مش عايز ايعرفه تي قصدك ده الولد اللي هو راحلو ده صادق؟ ممكن يعني هو اللي بيقلف مش عاصم؟ هو ده اللي انا مش متأكدة منه فيه حالة في علم النفس شزة وغريبة ديبان اتماع التليبة ايه؟ بالعربي بتسميها التخاطر اللي اتنين واحد يعني؟ ايوه الحالة دي بتكون بين اتنين واحد بيفكر والتاني بياخد الافكار دي وينفذها بس دي الغد الوقتي مقدرناش نسبتها لا علميا ولا معمليا انما حصلت قبل كده حصلت بس مش عالمستوى ده بس عاصم ما يعرفوش ولا عمرو شافو ابدا مش شفت ابدا اللي اتنين يعرفوا بحد فيه اسبات مش مسألة اسبات بس فيه خبرات شخصية طب وعرفتو ازاي من الناس يعني كله واحد ديول حكايته يعني ممكن مش عارف اقولك ايه؟ يعني يجوز تكون دي حالة متقدمة من حالات التخاطر لانه في الحالات دي بيبقى الشخص التاني هو المسؤول عن توصيل المعلومات او عدم توصيلها لكن ما تحصلش غير معاك انت بالذكر عاصم ارقتني عليك ملك يا عاصم ران ملك انا شفت اباني كل حاجة كل اللي هو كتبه كل كلمة مكتوب عندي وكتوب عندي يطلق اشتركوا في القناة ايوة يعني عاصم في الحالة دي ممكن يقتل الشخص ده وممكن كمان ينتحر قادي بتبقى حالة يأس يعني ممكن يموت نفسه يقتل عاصم مش ممكن يعمل حاجة زي ديه ابدا حاضر حاضر مش هسيبه الواحده ابدا سلوة ايوة جد ديها واحدا دهلك يوة جد يلا بفين بس حنا نعني اليوم نقص فيه يداني عريب اي حاجة يوة اشتركوا في القناة 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 بس ده يبقى هروق من المشكلة قاوم يا عاصم قاوم في حاجة مش مظبوطة ايه هي مش عارف اللي صح هو انك تكتب الولد التافي ده بيقول ان هو اللي بيكتبلي اني انا ولا حاجة وهو كل حاجة تصوري انت عاصم كل حاجة عماد هو اللي كان لازم يكون مشهور لا انت عماد هو اللي بيكتب تصوري انت انت تعال انسفر مبعد وانا متأكدة انك هترجع تاني عاصم لطفي عاصم اللي حبيته عاصم القوي ارجوك الوفاة الجنائية ووضع انها جريم تأكل أكل وحصلت ما بين الساعة سبعة نصر وثمانية نصر ده تحديد مفاة لاني حسب كلام القبيل الشرعي الدنيا حارجي من دور والجسة بدلتا سخنة فترة معينة ولا يمكن تحديد ساعة الوفاة الا بعد التشكيل لا تبنيش لا تبنيش لا تبنيش لا تبنيش لا تبنيش ده إجراء قاريني طروا عنا مناجى جريمي تأكل لكن عذب بيه الله يلحمه كذب جواب قبل ما يموت يمكن نقدر نعرف حاجة منه مرهان 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 مالك مرهان مالك مرهان مالك مرهان كموس كموس مرهان أصدقائها. أحسن. هل تبقى السماء؟ أصدقائها. أصدقائها أكوه؟ أكوه؟ relacion! ازاف... الأشفاء... الأشفاء.. نقطع ذلك الأشخار الأشفاء... حسن مزفر! مزفر! مزفر أمراً! مزفراً! 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 هرباً على ثين! هرباً منين! يا قلبي يا مسكين! جواي في قلبين! يا صوتي يا حزين! أتاري الصوت صطين! موابة العزاب! أدخلوا رد الباب! وكسر الألم! وأقطع الكتاب! مجنون أنا واللي عايش في غابة المجنين! معقولة أبقى دنين! بعد السنين والسنين! أرجع أقول أنا مين! طب أنا مين! أنا فيه! أنا مين! أنا فيه! وكسر الألم! يقول شبك! أليس لحظة شبك! ما هي؟ أليس لحظة شبك! يلا حبيبي ثواني والقفل وكله هيبقى جاهز رزم عمر ولحمة بفديت ها يزيزي ها يزيزي تاريخ مرحبا اهلا مرحبا 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 انت انا عايز افهم انت ممكن تكون طبعا فيه اذا كنت بتدوري عالشهرة انا ممكن اشهرك خلي بالك كلامك وتصرفاتك خربوا من دايرة التخريف لدايرة الوقا تعمل اللي انت عايز تعمله شوف مين اللي هيسمعك او يصدقك مش مهم حد يصدقني المهم عند انت يا طرح هتقدر تكتب لو فضلت شال المخي عن التفكير ايوة هو دا المهم ولو كان يهمك كلامي حاول اول ما تنزل مصر تفوت عليها انا خلاص لقيت الحل اللي يرضيك ويرضيني انا بيرضيني انك تكون دلوقتي فيهن رأيي فيك كويت قوي بعد كده ما فيش حالة تانية تهمني الراعة هتخلص وهتنزل السوق والناس هتقراها وانت ضرب دماغك في الحيط لا كنت متأكدة كنت واسقة ندها تتقلص من المشكلة اللي انت فيها تاكبر من كل تغياتي يا سلام يا عاصم فكرتيني بأي هم زمي تصوري ما حسيتش بيك ايه عاصم ام بي ما طاعت تشتغل كيفاء كنت عمت بقولي يا مرهان ما تيجي ننزل مصر ليه ما انت عادي هنا تشغل كوي ساوي ماليش زهد 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكلمة دي بتحمل جوها حاجات كتير قوي علي الشيء اعذريني اذا اعتبرت ردك ده مفاجئ بالنسبة لي انت معذور لانك بتعشر شخصيات رواياتك اكتر من الناس القريبين منك الا مرهان طبعا ماما حزاها وحش فاخدت ابويا وفاخدت جوزها التانية وعشاني انا وثلوة تعذبت كتير وضحت كتير يمكن مفيش ستة في الدنيا بتعذب تعذبها والد سلوة كان بيعملك كويسة عمره ما فرق في معاملته بيني وابن سلوة كان بيعمل ماما كويسة بيحبها كانت بتعبده وهو بيعبدها مؤكد زعلت عليه زي بابا بالظبط مش فكرة لما مات بابا كنت صغيرة ما كنتش عارفة زي الزوجة تحسن على جزء لكن فكرة كويس قوي لما انقل عزمي مات كانت كأنها هي اللي ماتت كانت حسن انها هتموت بعده على طول ماتت فعلا بموته تعذبت كتير بعد من مات بعد وفاة والدك ازاي استقبلت خبر جواز والدتك لا ما كنتش مدايق وقتها ما كنتش في سني يخليني افهم اللي بيحصل كويس ايه مشيلا بقى لشان تشتغل موسيقى موسيقى يعني ما كنتش خلصت رواية ما جنوش عزمونا اولا دي اول مرة تصرونا في البيت ثانيا ما بيش مناسبة احسن من دي علشان اعزمكم فيه ازاي بقى في حاجة تانية كمان ان عاصم عايز متأكد ان هو اللي بيكتب وهو اللي بيفكر وهو كل حاجة دي كان عندك شكل اي كادي ولا ايه برغم كل الظروف اللي مر بيها عاصم انا حس انها اعزم رواية كتب انت كل رواية كتبها جوزك تقولي اعزم رواية يا اعزم رواية طب مقداش اللي بنشر ليه لان ما اعزم رواية كتب برغو انا لسه بارك على اللي كتبت الو ايوه تمام مين اليفون على شركة عاصم مين يا عاصم ان احنا ايه مفيش حد الو مفاجئة انك تسمع صوتي مش كده عرفت النمرة ازاي جبت النمرة دي منين انا لما حب اجيب نمرة حد بجيب فيهمت عايز سلامتك طبعا عايزك تعابلني عايز تعابلني حاضر عايزك الزاكام طيب استعدي للمفاجئة انك تبع ايه عايزك بجيب عايزك عايزك ابا عايزك بجيب عايزك بجيب عايزك بجيب اتعايت انت عايز توصل ليه من دا كله بدل ما تشوشع علي وعلى اسمي خليني اسعدك انا ادر اسعدك كتير دايما الموالب الكديدة المغمورة بتحتاج حد يساعدك يمتلها ايده ينشر لها انتاجها وانا ادر اعمل كله معك لكن انت بطري تجديه هتخليني ادب معك مش هتلحقها اصدقيني انا قرار تنتح ما تنتحر ولا توفز الدين ماريا انا صرت بيك هاي لا صرتك باية كبيرة قوي هترجعت تقول لي حلقة اتصاد ذهني لو ما كانش فيه اتصاد ذهني بيني وبينك كنت قدرت اتخلص روايتك تعرفت ازاي دا خلصتها لاني انا خلصتها خلصتها في نفس اليوم اللي انت خلصتها فيه يوم الثلاث ساعة تسعة وتلت مساء مستخيل 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 اخيرا تلت كلمات مشتوبين انا اللي اوحيت لك تشتبهم وتكتبهم تاني اخيرا يا عاصم بنت ما تقدرش تكتب حاجة ما تقدرش حتى تشتب كلمة واحدة انت زي الخاتم في اصباعي ما تقدرش تعمل غير اللي اقولك عليه انا وبس فهمت فهمت أيها فهمت أن وراك سر كبير فشلت أني أعرفه وده اللي أتلني أنت أتلتني فهو ده يا ل الإسأل فهو النار المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة